بدأت القوات العراقية المدعومة بالتحالف الدولي قبل حوالى ثلاثة أيام مرحلة ثانية من هجومها لتحرير ما تبقى من الساحل الأيسر للمدينة التي يقسمها نهر دجلة إلى قسمين واستطاعت أن تنتزع أحياء جديدة ضمن واحدة من أصعب حروب المدن في العالم حيث أعلنت مصادر أمنية عراقية إلحاقها هزيمة بمسلحي تنظيم داعش في حي القدس الثانية شرقي الموصل وذكر أيضا أن قوات الأمن حررت منطقة العركوب قرب حي الحدباء في الجزء الشمالي الشرقي للساحل الأيسر وأعلن أيضا عن تحرير منطقة التجاوز في حي الانتصار عند الجزء الجنوبي لشرقي الموصل هذا ويبلغ عدد أحياء الساحل الأيسر حوالى 65 حيا واستطاعت القوات العراقية اكتساب موطئ قدم لها في أكثر من 40 حيا ولا تزال تتوغل في العمق معي من الموصل مباشرة المراسل الأخبار الآن لؤي أمين لؤي مساء الخير ما أهم ما في هذه الأحياء التي تقدمت إليها القوات العراقية وماذا تعني خسارتها لداعش مساء الخير ميسون طبعا في اليوم الثالث من انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الموصل اليوم شهدنا تحرير حي القدس الثانية وتطويق حي الكرامة بالكامل هذين الحيين هما مطلان على الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة أربيل بمدينة الموصل هذا الشارع كل الأحياء على يمينه حتى بوابة الشمس منطقة النبيونس تم تحريرها بالكامل بقيت فقط الجزء الذي يقع على اليسار الشارع الحي القدس الأولى والقدس الثانية تم تحريرها بقي حي الكرامة وحي الصناعي اليوم كان هناك نقطة مهمة جدا أن المحور الجنوبي الشرقي شرطة اتحادية حققت التماس مع جهاز مقافحة الإرهاب داخل حي القدس وهي الآن توحدت بتماسها لانطلاق نحو تحرير حي الكرامة بالكامل وأيضا اليوم هناك نقطة أخرى تحول آخر من جهة المحور الشمالي حيث استطاعت الفرقة السادس عشر دخول أول أحياء الموصل من منطقة العرقوب التي هي أول مناطق حي الحذبان من جهة الشمال من مدينة الموصل واليوم كنت مع القادة الميدانيين في المحور الشرقي أكدوا أن الاستراتيجية تغيرت وأن داعش بدأ ينهار بشكل سريع وأن زخم الإدامة للمعارك من ثلاثة محاور أفقد داعش توازنه وهو الآن في حالة تقاخر نحو مركز المدينة وأن العمليات لن تتوقف حتى تحرير كامل ضمن خطوات التقدم هي قوات تحارف الجسر الذي قصف الأخير الباقي الذي يصل شرق بغرب الموصل لمنع التنظيم من عبور نهر دجلة كل هذا نتحدث عن تقدم مهم وفي نفس الوقت هناك عرقيل كثيرة ما أبرى الصعوبات اليوم تواجهها القوات العراقية أثناء تقدم حيا بعد حي ليس فقط الجسر الذي تم استدافه اليوم القائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن طالب جغاتي في تصريح للصحفيين أكد أن هناك تنسيق كبير وعالي بين القوات الأمنية على الأرض وبين القوات الجوية سواء كان من التحالف أو من طيران العراقي اليوم قوات التحالف اليوم خاصة في عملية تحريح القدس وجهت ضربات قاسمة للدواعش وأدت إلى مقتل العديد منهم حسب القادة الأمنين أكثر من مئة داعش تم قتله في اليومين المسترمين وأيضا أبرز العراقيل هي مشكلة النازحين حيث في اليومين الماضيين لجنة الإغاثة للنازحين أكدت أن أكثر من ألف مواطن يخرج يوميا من الأحياء التي يتم تطيرها ويتم العمليات فيها فتحت ممرات آمنة في حي الانتصار وكذلك في منطقة الشلالات لإستغاثة النازحين أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات دائما من الموس المراسل الأخبار لأي أمين